في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية في كافة المجالات وخاصة القطاع التجارية وصلت أكثر من 200 شخصية في أول رحلة للطائر الأخضر السعودي بعد 27 عاما من الانقطاع تمثل أكثر من 60 شركة سعودية ستشارك في معرض بغداد الدولية هناك مشاريع كبرى سوف تنفذ بين السعودية والعراق محطتين نافذتين بريتين جميمة والعرعر وهناك مشاريع لتنفيذ سكك الحديد من العربية السعودية إلى وسط بغداد وسط العراق وشمال العراق وجنوب العراق الوفد الذي جاء اليوم أكثر من 200 شخص يمثلون 60 شركة سعودية تشارك في معرض بغداد الدولي سيكون من خلاله طرح العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين كما أحب أني أنوه إن شاء الله في يوم 22 سيتم توقيع الاتفاقية مجلس التنسيقي السعودي العراقي وسيكون من خلاله انطلاق الفعلية الحقيقية للعلاقات والشراكة الحقيقية بين الحكومة السعودية والحكومة العراقية الوفد السعودي أكد أن دورة المعرض القادمة ستخلق فرصا مهمة في تبادل الخبرات بين رجال الأعمال العراقيين والسعوديين وإنشاء شراكة متينة في دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية الجميع حقيقة تطلع إلى تحسين وتطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين سواء عن طريق رفع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين وأيضا رفع الاستثمار المباشر سواء في بلدنا العراق أو في الملكة العربية السعودية معرض بغداد الدولي معرض عريق وقديم ومهم بالنسبة لنا والسوق العراقي والعراق حقيقة هي امتداد حقيقة لعلاقات تاريخية بين البلدين فإحنا اليوم حقيقة في احتفالية اجتماعية سياسية تجارية بين البلدين سعاداء اليوم نحن موجودين في مطار بغداد الدولي ونتطلح حقيقة إلى نجاح المشاركة وبحسب مختصين فإن مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات معرض بغداد الدولية في دورته الرابعة والأربعين وبمساحة تبلغ 1200 متر مربع تهدف لدخول الشركات السعودية وبقوة إلى السوق العراقية خاصة وإن العراق اليوم بحاجة ماسة لإنعاش اقتصاده أكثر من 60 شركة سعودية ستشارك في معرض بغداد الدولية وصلت على متن أول رحلة للطائر الأخضر إلى مطار بغداد الدولية فراسة دوليمية الإخبارية بغداد